موسيقى وتعزي في الجروح وتميز كل ضامة سرب لرجل من المروح بدي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لردباك ربي كلمتك عجيبة سباك وتفني جبال والحرفين منها يسقط سباك في باب المحام أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب في هذا البرنامج نتناول دراسة كل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة وصلنا في دراستنا في سفر التكوين أول أصفار الكتاب المقدس إلى أصح 37 واليوم سنبدأ دراسة شخصية يوسف الشخصية الرئيسية الرابعة في شخصيات سفر التكوين خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو الأخ يوسف رياض أهلا بك أخ يوسف بداية شخصية يوسف الشخصية الرائعة لسببين السبب الأولين شخصية يوسف متميزة نظرا لتعففه ورفعته أدبيا يعني شخصية في الحقيقة رائعة فيها نموذج رائع من التسامح والعفة ورفض الشر شخصية ممتازة من هذا الجانب لكن هناك جانب آخر إنها شخصية بنشوف فيها صورة في منتهى الروعة للرب يا سوع المسيح يعني واحد من المفسرين ذكر أكثر من مائة مشابهة بين شخصية يوسف وبين المسيح وأعتقد ده اللي حنشوف وإحنا بندرس هذه الشخصية على مدى الأصحات من 37 لآخر السفر حنشوف قد إيه هو قريب الشبه جدا مع شخصية المسيح نحن بنفكر أحبانا مشاهدين أن سفر التكوين ينقصم إلى قسمين من الصحة 1 إلى 11 ويتكلم عن أربع أحداث همة الخلق والسقوط ثم الطفان وبرج بابل لكن من 12 إلى 50 يتكلم عن أربع شخصيات أساسية إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف فإحنا النهاردة في الشخصية الرابعة الأساسية في القسم الثاني وأحب أقول أن هذه الشخصيات الأربعة بتكلمنا عن أربع أفكار مهمة جدا فشخصية إبراهيم بنشوف فيها مبدأ بنشوفه في كل الكتاب الإختيار والدعوة الله اختار إبراهيم ودعاه في شخصية إسحاق بنشوف البنوة والميراث إنه اب وارث لكل شيء وده فكر مهم بنشوف في كل الكتاب لكن إذا كنا أبناء مش بس بناخد ميراث لكن أيضا نحن تحت التأذيب إن كنتم بلا تأذيب فأنتم بنقول لبنون التأذيب والتهذيب بنشوفه في عقوب لكن في فكرة رابعة وأخيرة بنشوفها في يوسف وهي الألام والأمجاد الألام أولا ومعد ذلك الأمجاد الفكرة اللي حضرت إليها نشوفها تاني دلوقتي على الشاشة مش بس تقول لنا كل واحد من الأباء الأربعة يتميز بإيه لكن كل واحد فيهم عمل أربع حاجات في حياته صحيح برضو حضرتك بص على الشاشة وفكر أحبان المشاهدين بما يتميز كل واحد من الأباء الأربعة إبراهيم من تحت الإختار والدعوة أيها بالضبط لكن عمل إيه في أربع مذابح بناه والأربع مذابح موجودين هنا فهو رجل المذبح وذكرنا قبل كده ليه المذبح يأتي أولا بداية التعامل مع الله وده نصيب الله نصيب الله أنت لن يمكنك أن تتعامل مع الله إلا تمر على الصليب والذين يرفضون صليب المسيح لا نصيب لهم في علاقة وبركة من الله فالبداية المذبح لكن نيجي وراه على طول إسحاق اللي احنا عرفنا أنه البنوة والميراث حفر أربع أبار والأبار بتكلمنا عن الري الشبع أو عن عطية الروح القدس اللي بيتمتع بيها كل ما انتمتع بالمذبح أو بالذبيحة لما نوصل ليعقوب بن الله أنه هو التهديب التأدريب والتهديب لكن في حياته أربع أعمدة إحنا شفناها وكان آخر هذه الأعمدة العمود في أصحاح 35 اللي هو عمود قبر رحيل الذي يمثل نهاية الآمال الأرضية بالنسبة ليوسف الألام والأمجاد لكن في حياة يوسف أربع أنواع من الثياب زي ما حنشوف في أصحاح 37 القميص البلون 39 ثوب العبيد 41 ثياب السجن التي خلعها لكي يرتدي ثياب المجد في أصحاح 41 تمام أشكرك أخ يوسف اسمح لي نروح نقر بعض الأعداد في أصحاح 37 وأرجع لحضرتك بالسؤال وَسَكَنَ يَعْقُوبُ فِي أَرْضِ غُرْبَةِ أَبِيهِ فِي أَرْضِ كَنْعَانِ هَذِهِ مَوَلِيدُ يَعْقُوبُ يوسف إذ كان ابن 17 سنة كان يرعى مع إخوته الغنم وهو غلام عند بني بلها وبني زلفى امرأتي أبيه وأتى يوسف بنميمته من رديئة إلى أبيهم وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته فصانع له قميصا ملونا فلما رأى إخوته أن أباهم أحباه أكثر من جميع إخوته أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام بداية الكلام هذه مواليد يعقوب وتوقعت أن يقول لي هذه مواليد يعقوب ويبتدي السلسلة من أولها رأوا بين وهكذا إلى آخر واحد لكن بدأ بيوسف ولم يكمل الكلام ما جابش سيرة حد تاني ليه؟ من الناحية الرمزية ده جميل جدا هو من الناحية الواقعية هو عاوز من هذا الأصحاح فصاعدا يركز الضوء على شخصية ممتازة اللي هي يوسف من الناحية الرمزية يوسف يمثل المسيح اللي هو الابن الوحيد هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد موحد يقول طمش الملايكة أبناء الله آه دي بنوة باعتبارهم مخلوقين من الله مباشرة آدم ابن الله باعتباره مخلوق من الله مصدره الله مصدره الله لكن المسيح هو الابن الوحيد بصورة لا تنطبق على أي شخص آخر فهو الابن الوحيد باعتباره معادلا للآب فأمكنه أن يقول أنا والآب واحد هنا بنرى البنوة الأزلية في الله تمام احنا برضو بنفكر أحبانا المشاهدين أن المسيح ابن الله مش إن الله مصدره زي ما يكون الله مصدر الملائكة وآدم لكن كانوا اليهود عارفين كويس قوي إن المسيح لما يقول عن نفسه أنا ابن الله أو يقول إن الله أبو عارفين كويس قوي إن دا يعني المعادلة لما قال آبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل تناولوا حجارة اللي كي يرجموه اتهموه بالتكديف وقالوا وهو إنسان يقول إن الله أبو معادلا نفسه بالله فاليهود كانوا عارفين كويس قوي إن معنى كلمة ابن الله أو إن الله أبو يعني المعادلة التامة مش إنه هو تولد من الله زي ما يتقال في أذهان الناس أو بالسنة الناس هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف بعد إذن موسيقى عندي سؤال في عدد اثنين أو في آخر عدد اثنين وقاتى يوسف بالنميمتهم الرديئة إلى أبيهم المقصود أنه أتى بالنميمة إلى أبيهم فضل يا خيز يبدو أن سلوكهم كان أعوج وهو شاف فهل يقف صامتا طبعا كان أصغر منهم فلا يستطيع أن يوجههم لكنه ذكر ذلك لأبيهم لكي ما يتولى الأب بتوجيههم من الناحية الرمزية بتشوف أن المسيح مثلا أقرأ أيتين جم في إنجل يحنى أصح ثلاثة عدد عشرين ويحنى سبعة الآية سبعة في يحنى ثلاثة الآية عشرين بيقول لنا الكلام دا لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله هل النور بيوبخ يعني بيزعق في الواحد اللي يعمل خطية ولا بيفضح ويكشف سمات الشخص اللي بيتصرف تصرف غلط النور يوبخ لأنه يفضح ويكشف النور يكشف نفس الفكرة بنلاقيها في يحنى سبعة والآية سبعة لما يقول لنا كده لا يقدر العالم أن يبغضكم ولكنه يبغضني أنا لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة متى شهد المسيح عن أعمال العالم أنها شريرة في الحقيقة بمجرد وجوده في أي مجال كان يفضح سمات الناس الأشرار عندما يظهر هو من الفضائل ما لا يمكن أن يفهمها الإنسان الطبيعي تمام يعني نقدر نقول أنه كشف فساد إخواته أمام أبيه وده برضو فيها صورة للمستعبت المسيح عندما آتى إلى هذا العالم كان هو النور صحيح الذي وبخ أعمال الكتب والفرسيين فأبغضوه صحيح ليوسف أحبه وعبر له عن محبته أن عمله القميص الملون ميزه عن إخواته بتشوف فيها إيه؟ من الناحية الفعلية كان يوسف أولاً يذكره بالغالية المحبوبة وكان جميل الصورة فعلاً لكن مش بس جميل الصورة ماها يا مناس في جمال الصورة لكن فساد الخلق كان في منتهى الرفعة هنشوف في كل أصحاح سموه وتفوق أدبي غير عادي دي من الناحية الفعلية فهو يذكره بالزوجة الغالية العزيزة على قلبه اللي ماتت بدري ثم صفاته رائعة فشخص يتحب من الناحية الرمزية نتكلمنا عن اللي تقال عنه أكتر من مرة هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به فيقول مثلاً في شعية 42 هو ذا فتايا الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي فمن هذه الزاوية يوسف رمز جميل للحبيب الذي سرت به نفس الله تمام صنع له قميصاً ملوناً آه بتشوف إيه في القميص الملون في الحالة الملون يعني ألوان كثيرة وإحنا عارفين إن الضوء لما بينكسر في المنشور الثلاثي بتطلع ألوان الطف السبعة هنا أميص ملون بس المسيح بقى ما كانش لابس أميص ملون لكن يتقال عنه اللابس النور كثوب كان المسيح هو لابس النور زي ما كان يوسف هنا لابس قميص ملون تمام وإحدى معاني كلمة القميص الملون القميص ذو الأكمام الواسعة وده ما يلبسهوش العب لكن يلبسه السيد وكأن يعقوب يقول أن يوسف سيكون سيداً لإخوتي في مثل عند الصعيدة بيقول لك طوح في كمامك طوح يالي الزمن هنك وكان يوسف وماش يقدر يطوح في كمامه لأن الزمن هنك بس الزمن ما هنهوش لكن الله ولا أكرم صحيح ولأن يوسف كان في نظر أبوه أنه يكون سيداً لإخوتي لكن إخواته كرهوه ربنا نقل الفكرة بطريقة تانية طريقة الحلم عشان كده عايز حضرتك تكلمني في الأعداد من 5 إلى 11 عن حلم يوسف إزاي ربنا وصله الفكرة دية عن طريق الحلم يعني أدانه أولاً حلمين الحلم الأولاني بيخص الأرض والحلم التاني بيخص السماء وده بنشوف فيه أن يوسف وفي الحق يوسف لم يكن مميزاً في السماء لكنه في الصورة الرمزية المسيح يجمع الله كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض المسيح له تفوق في السماء وفي الأرض فهنا نجد أن القصة الفعلية مش هتخدمنا في الحلم بتاع يوسف أن الشمس والقمرة وأحد عشر كوكب ساجدة له بالنسبة للمسيح دفع إليك كل سلطان في السماء وعلى الأرض المسيح متفوق سماوياً وأرضياً وستكتب اسم يسوع كل رجبة في السماء والأرض وتحت الأرض بنفكر أحباناً مشاهدين أننا في دراستنا لهذه الأصحاب في شخصية يوسف هننتقل ما بين الكلام التطبيقي أن هنتعلم إيه من ألام وأمجاد يوسف لنا إحنا لكن لن نخفل الإشارة إلى المسيح في ألام وأمجاده فهنتكلم كتير عن إحنا هنستفاد إيه وكيف ظهر المسيح بألام وأمجاده في هذه القصة تكلمنا هنا عن أن الرب بعت ليوسف قادل هذه الصورة التي تكون عليها في المسابل سيداً هل كانت الأحلام هي الوسيلة الوحيدة للتعامل مع البشر الله بيتواصل مع البشر عن طريق الأحلام على ما يبدو في ذلك الزمن كانت الأحلام فعلاً وسيلة من ضمن الوسائل زي ما نفهم من أيوب 33 لكن ليست هي الوسيلة الوحيدة فيقال أن الله قال لعقوب وظهر ليعقوب فالله كان يتكلم مع البشر لكن واحدة من ضمن الوسائل التي تكلم بها الله الأحلام عبرانين واحد واحد يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه تمام الأعداد من 12 إلى 17 في إرسالية يعقوب أرسل يوسف إرسالية أعرفنا الأعداد السابقة أن يوسف موضوع محبة أبيه ميزه بالقميص الملون ثم أن يوسف صاحب الأحلام ربنا بعث له حلمين يقول له مستقبلك يكون إيه لكن من 12 يوسف مرسل مرسل من أبيه ليفتقد سلامة إخوتي كلمنا عن هذه الإرسالية وإخواته لما رحلهم يوسف كانوا في أنهي وضع بالزبط يعني رائع يوسف الذي تعلم الطاعة وكان مطيعاً لأبيه فلما قاله تعالى فأرسلك إليهم كان ممكن يقول له من تعرف يا بابا أن دول بيكرهوني بيبهدوني دول ما بيقدروش يبص على وشي لا يستطيعوا أن يكلموني بالسلام ما بيكلمونيش أروح لهم لكن هو ما تعودش يقول له أبوه أي حاجة غير حاضر فقال تعالى فأرسلك إليهم فقال له ها أنا ذا في الحقيقة طاعة مهمة جداً والمسيح له المجد لما كان هنا على الأرض كتاب يقول لنا في لؤة اتنين أنه نزل معهما يوسف النجار والمطوبة مريم وكان خاضعاً له أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض ده من الناحية التطبيقية الأدبية لكن من الناحية الرمزية ما أروح طاعة سيدنا اللي يقول لنا كده كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً لله لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عب صائراً في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع لغاية امتقطاع أطاعة حتى الموت موت الصليب شكراً هنتلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف كنت محتاجة أخد فكرة رغم أن يوسف كان بيكرم إخواته ورحلوهم ودور عليهم ليه هما عملوه بالرفض والقراهية بالطريقة دي؟ أخوة يوسف أبغضوه بالرغم من محباته لهم بتشوف فيها في العداد السابقة بنشوف تلات مرات على الأقل أنهم أبغضوه في عدد أبغضوه ولم يستطيع أن يكلموه بسلام عدد خمسة ازدادوا بغضاً له ثم في عدد ثمانية ازدادوا أيضاً بغضاً له وفي عدد حداشر حسده أبوه ودي صورة ما حد الشاقف قدام الحسد هكذا قال الحكيم ومن الناحية الرمزية اليهود أبغضوا المسيح لماذا؟ المسيح قال لهم أعمال كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي بسبب أي عمل أنتوا بتكرهوني وعايزين تقتلوني ليه؟ قالوا لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك الله نفس الكراهية اللي بانت هنا الله ميز يوسف طب هو زنبه إيه؟ الله قداله أحلام إنك أنت مميز والكل حيسجد لك طب هو لما الله يقول كده ده يخلي الناس تكره يوسف نفس الحكاية المسيح جاي يفتقد سلامتكم عايزين تقتلوه؟ بكل أسف جاي يبلهم خير جاي يسأل عليهم جاي يدور عليهم ومع ذلك هم يريدون قتلهم في قضية لغز الألم في حياة المؤمنين لو قفت عند دوثان في دوثان سمح الرب أن يوسف يتاخد سمح الرب أن يوسف يتظلم سمح الرب أن يوسف يتباع وما يحميش عنه ويتظلم من إخوتي ويباع ويذهب إلى مصر لما روح الملوك الثاني الصح 6 في دوثان الرب حامى عن أليشة عندما جاء جيش ملك أرام والرب كان مال الجبل حوالين أليشة وأنقذ أليشة يعني عايز أقول في دوثان ربنا ممكن ينقذ وبرضه ربنا ممكن يسمح لأولاد هما يتقلموا قضية الإنقاذ والسماح كلمني فيها لأنه كتير من المؤمنين بيعثوروا في القضية دي واحد قال الله عنده ابن وحيد بدون خطية طبعا نقصد المسيح وليس له وليس عنده أي ابن بدون ألم فالمسيح تألم يوسف تألم كل المؤمنين يتألمون إنها مدرسة الله يوسف هنا حيدخل مدرسة الله واحد قال تعبير جميل قال استلم يعقوب في آخر الأصحح قميص يوسف بدون جسد يوسف واستلم الله يوسف بدون قميصه الله ناوي دخله المدرسة وحيتخرج بتفوق وحيلبس لبس الملوك زي ما الله وعده لكن كان عليه أولا الألام قبل الأمجاد ودي سكتنا وعلينا أن لا نتعثر الرب قال في العالم سيكون لكم ضيق فطريقنا إلى المجد يمر عبر الألم تمام موقف رأبين من محاولات إخواته لكي يقتل يوسف يقول فسمع رأبين وأنقذهم من أيديهم وقال لا نقتلهم محاولة إنقاذ رأبين اليوسف بتشوف يعيه هذا التصرر في الحقيقة بتشوف فيها آية جت في شعه 53 كلنا كغنى من ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه بمعنى أن ما إحناش متفقين في الشر كل واحد ليه شر بطريقة شكل فرأبين إحنا شفناه في صورة محزنة جدا في أسعى 35 عندما صعد على فراش أبيه يا للمأساة شيء في منتهى يعني أقول إيه مش عايز أقول لكن أعتقد المشاهد يقدر يعفيني من أن أصف هذا التصرف لكن في الوقت ذاته ما كانش شارس زي شمعون ولاوي شمعون ولاوي حرموا مدينة ونهبوا النهب بتاعه المدينة كلها فكانوا في منتهى الشراس فكانوا رأوبين يميزوا النجاسة شمعون ولاوي يميزوا الشراسة يهوزا يحب يميزوا محبة المال واضح أن كل واحد ليسكة وشارع مختلف لكن كلنا أخطأنا وكلنا كغنم ضلط ألقوا يوسف في البئر وجلسوا لكي يأكلوا طعاما جالهم قلب هما يكلوا أخوهم في البئر بيفكرنا بإيه بيفكرنا بمأساة أفضع عندما لم يدخلوا الرؤساء الأمة إلى بيلاطوس لأن الخروف مدبوح في البيت وعاوزين يرجعوا يأكلوا طب دا المسيح دا أنت سلموا للصليب وحيبقى متعلق على الصليب آه حيتعلق المسيح على الصليب وإحنا نروح ناكل الفصح الرمزي وها الفصح الحقيقي معلق على الصليب هذه هي ديانة الإنسان هذا هو الإنسان في شره تمام واكتازت قافلة فباعوا يوسف للقافلة والقافلة دي اتأخذت يوسف ودفعوا التمن دفعوا التمن عشرين من الفضة بتفكرنا بإيه يعني بتشوف هنا يهوذة محب المال باع يوسف بعشرين من الفضة يهوذة الإسخريوطي فيه مباعب باع سيده بثلاثين من الفضة لكن واضح أن هنا حصلت حاجة ليوسف ما تجيش ذكرها هنا لكن حنقضها بعد كده لما إخوات يوسف يقولوا رأينا ضيقة نفسه عندما استرحمنا ولم نسمع له في الحقيقة الأمر ده منسهوش إخوات يوسف الأشرار ولما تحطوا في السجن تذكروه بينما رب المجد أكيد كان في ضيقة لا تقل ما لتزيد عن ذلك لكنه لم يسترحم أحدا لأنه كان يعرف الجميع وتوسل إلى أبيه أن يجيز عنه هذه كأس لكنه قال لتكن لا إرادتي بل إرادة وحلقة جديدة من حلقات حصاد يعقوب تبدأ في عدد 31 فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعزى وغمسوا القميص في الدم وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا وجدنا هذا حقق أقميص ابنك هو أم لا فتحققه وقال قميص ابني وحش رديء أكله افترس يوسف افتراسا فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه أياما كثيرة فقام جميع بنيه وجميع بنات ليعزوا فأبى أن يتعزى وقال إني أنزلوا إلى ابن نائحا إلى الهاوية وباكى عليه أبوه بتشوف إيه في الحصاد في الجزئية دي يعني قبل ما أتحدث عن الحصاد أقول إن حصلت حاجة من يعقوب ممكن نوجه الأنظار إليها عندما قسم الجيش اللي معاه هو رايح يستقبل عيسو آخر محطة آخر ناس حطوهم رحيل ويوسف ورحيل أول واحدة مشيت في الموت وبعدها في الحياة يوسف راح من بين إيديه ما أفضل إن إحنا نحط الأمور بينها يا دايا الرب نسلم الشيلة بكل ما فيها والرب قادر ينجينا وينقصنا الحصاد أمر يعني علينا أن نتحذر منه لا تضل الله لا يشمخ عليه فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا غشت أبوك بجديين من المعزة في أصحاح 27 حسنا عليك أن تدفع طيب أنا دفعت يا رب ما تضحك علي في بيت خالي اللبان ولسه لسه فيه كمان بقية حصاد الخطيئة مش سهلة وعشان كده إحنا قد إيه من استسر الخطيئة وأتمنى من قلبي إن برنامج زي ده يخلي كل واحد من المشاهدين يعرف أن الخطيئة خاطئة جدا واللي أنت عملته هيتعمل فيك أو بلغة عبادية يقول كده كما فعلك يفعل بك عملك يرتد على رأسك شكرك يا أخي يوسف هنراجع الحلقة مع الضيوف طلعنا إيه من حلقة النهاردة بالارتباط بشخصية يوسف جميل إن إحنا نشوف الكتاب المقدس في كل أجزاء وبيتكلم عن شخصية المسيح فيوسف رمز قوي جدا لشخص المسيح الحقيقة وإحنا بنتكلم عن يوسف إن هو كان زي النور اللي باين فساد إخواته يعني يعقوب جاب 12 ولد بس منهم واحد بس كان هو اللي شبه النور مع إن يعقوب كان رجل يعرف الله وليه علاقة بالله بس اللي ولاده شافوه منه كان لقم وخبص وشافو غيرة من زوجاته فهو ده اللي ورسوه هو ده اللي عملوه فمش كنا إحنا مؤمنين ده يضمن الأجيال اللي بعدنا تطلع كويسة لكن هما بيشوفوا مننا إيه دي مسؤولية علينا تعلمت إن الألم ده ضروري لحياة المؤمن وديما درست الله إن الألم أولاً سمى الأمجاد بعد كده تمام شكراً ليكم شكراً يا أخي يوسف ربي بارك عزيز المشاهد جاء يوسف ليبحث عن إخواته في شكيم اللي معنا اسمها القوة والكتف ولم يجد إخوته في شكيم ما كانوش في حالة من القوة ذهبوا بعيداً وجاء المسيح وللأسف كانت البشرية كلها في حالة من الضعف ويقول الكتاب أن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء ما كناش في شكيم كنا عجزة إذ كنا بعد ضعفاء مش قادرين نخلص نفسنا مات في الوقت المعين لأجل الفجار فهو مات في الوقت المعين لأجل الفجار ويستطيع أن يهبك حياة أبدية يخلصك يغفر ذنوبك يطهرك من أثامك ونجساتك ارمي نفسك على المخلص والتغي بك في حلقة جديدة قادمة والرب معك ربي كلمتك عجيبة ستا لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقه قدام المحال حياة زيك يا إلهي أغلى عندي مدهة قد يشهد عن كتابي إنه كتاب الكتب ادي كلمتك تروح وتعزي في الجروح وتميز كل ضال مصرق لرجل من المروح بدي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لردابك ربي كلمتك عجيبة ستا لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقه قدام المحال ترجمة نانسي قنقر